مرحبا ويسعد كلاواتكم متابعين للمطبخ الشامي إن شاء الله تكونوا بألف خير انتو عم تشاهدوا هذا الفيديو معكم الشيف مروا وبفيديو اليوم حضرت لكم نوع من الفطائر اليابانية اللي هي فطيلة الفوافوا بحشوة الشوكولة فطاير قطني وهشة وطعمتها بتاخد العقل من المخبوزات الأكثر من رائعة بالشكل وبالطعم وبنصحكم نجربه ومكونات بسيطة ومتوفرة بكلبيت تعالوا مع بعض نشوف طريقة التحضير لتحضير العجينة بالبداية بلزمنا الظرف من الخميرة الفورية ما يعادل معلقة طعام كبيرة من الخميرة ومنحتاج لثلاث معالي اكبار من السكر وفيكن زودوا كمية السكر إذا حبيته ورح ضيف عليهم كمان ثلاثة ارباع الكوب من الحليب والحليب لازم يكون دافي بدرجة حرارة المطبخ بحركهم مع بعض بشكل كتير منيح حتى يدوب السكر تماما ورح اتركهم مدة خمس دقائق لحتى تتفاعل الخميرة مثل مو شايفين هيك بعد ما تفاعلت الخميرة وصارت بهذا الشكل هلا بدي اضيف عليها حبتين من البيض والبيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ ومع البيض رح ضيف معلقة من الخليل ابيض حتى يروح زن خط البيض وبحركهم مع بعض بشكل كتير منيح وهلا رح ابدأ نزل عليها المواد الجافة اللي هي لطحين بنحتاج لثلاث اقواب من اللطحين استخدم لطحين ابيض مدعدة الاستعمالات ومهم جدا ننخل لطحين حتى ندخل اكبر كميته وممكن جوه العجينة ونحصل على فطايل اسفنجية وهالشي وعلى اخر كوب رح ضيف نصف معلقة صغيرة من المحل خشن ونخلهم مع بعض بشكل كتير منيح بواسطة بتلاقوا معلقة خشبية ببدل من المقونات على بعضها وهلا مباشرة رح نزل العجينة على البورد لحتى يسهل علينا عجنة برش رشاط بسيطة من اللطحين ورح نزل عليها العجينة رح تلاحظوا ان العجينة دبقة وبتلزق شوي وهذا هو القوام المطلوب وهي الخطوة كتير مهمة انه نعجل العجينة بشكل كتير منيح وكل شوي من رشلة رشاط من اللطحين لحتى تلم معناه بشكل منيح مدة العجن لازم تقل عن العشر دقايق كل ما عجلنا اكتر كل ما حصلنا على نتيجة افضل هلا بدي نزل عليهم 50 جرام من الزدة والزدة لازم تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ حتى ما تعزدنا اثناء العجن وبرش عليها رشاط بسيطة من اللطحين طبعا لازم ما نزود كمية اللطحين حتى تضل معنا العجنة طرية ونعمة وهذا القوام اللازم نحصل عليه العجنة طرية وخفيفة وما بتلزق رح اعملها على شكل كرة ومباشرة هلا بدي حطها بطبق نظيف رشيته برشاط بسيطة من اللطحين رح حطها بالطبق ورح اغطيها وتركها ترتاح وتتخمر من ساعة لساعة ونصف آخر فأخرج العجنة بعد ساعة مستقربا بعد ما ارتاح وتمرت بشكل منيح رح حلق رح حدلا رح برغ اللفه منها ورح بلما العجنة لحتى نبدأ بتشكيلها رح افرد العجنة بالبداية بشكل دائري رح حصدام قطعة العجنة وفيكن تستخد مسكين رح اطعها لتمن قطعة متساوية تقريبا وفيكن تقطعوها بالشكل اللي انتو بتكون ياه بس المهم تكون القطع بحجم بعضا هلأ بالإيدي بشوي زيت نباتي ورح ابدأ اخد كل قطعة ورح اعملها على شكل كرة بهذا الشكل هلأ رح غطيهم وتركهم يرتاحوا لمدة عشر دقيق لحتى يضاعف حجمهم وبهالأسناء رح حضر الآلبة هنحط فيه الفطيرة استخدمت قالب تشيز كيك وفيكن تستخدموا صينية الفرن حسب المتوفر عنكن وبطهن الآلب بيكمية بسيطة من الزبدة بالإضافة لوراء الزبدة وبيعيد طريقة بتطلع معنا الفطيرة من الآلب بكل سهولة وبالنسبة للتشكيل باخد قطعة من العجينة ورح افردها بواسطة الشوباك بشكل بيضوي بهي الطريقة ورح استخدام القطعة وفيكن تستخدموا السكين رح اعمل خطوط بهذا الشكل خطوط رفيع وطولية بهي الطريقة وهلا بضيف عليها الحشوة اللي هي الشوكولة وطبعا بالنسبة للحشوة فيكن تستخدموا الجبنة او الزعتر او اي شي انتو بتحبوه بحط الحشوة بسكر الاطراف بشكل كتير منيح وبلفة بهي الطريقة بكل سهولة لحتى نحصل على هذا الشكل وبحط القطعة مباشرة بالقالب وبكفي باقي الكمية بنفس الطريقة وهيك بيكون شكل فطيري هلا بدخل على الفرن على درجة حارة 50 بالبداية لمدة 10 دقائق لحتى يضعف حجمه وبعض ما طلع من الفرن مباشرة بدنا بالحليب مع الفانيلا لحتى تتحمر وتاخد لون حلو وبرجع على الفرن على درجة حارة 180 درجة بالرف الوسط لحتاخد معكم وقت من 25 ل 30 دقائق بعد ما طلع من الفرن بتركها مدة 10 دقائق وبعد ما طلع من القالب وهيك بيكون الشكل النهائي لفطيرة الففة اليابانية فطيرة اسفنشية وطرية وطعمتها بتاخد العل وبجد بنصحكم نجربوها من قشة وقطيب معجنات اللي ممكن تحضروها مثل ما شفتوا طريقة تحضيرها كتير سهلة وبسيطة ومنحصل على هذا الشكل الحلو ورح اضطعها وفرجيكم كيف شكلها من جوه العجينة اطنية وهشة وطعمتها كتير طيبة وحبقكم ملاحظة الفطيرة بنحضرها بالزبدة طيبة كتير تتاكل هي وسخنة والف صحة وهنا وهاي كانت وصفتنا الكل اليوم بتمنى الوصفة تكون عجبتكن وبتمنى انكم تجربوها وان شاء الله رح تعجبكم كتير واذا عجبتكم فضلا منكم ما تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب ومشاركة الفيديو مع اصحابكن شكرا لكم وشكرا لحسن متابعتكن شكرا لكم شكرا لكم